السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عواشركم بروكا دمن تحضيرات رمضان قوالب الكيش او لا عجين الكيش هذا العجين هذا اكثر من رائع يخرج واحد الكمية وفيرة او لا كمية كبيرة في وقت قصير كنصيبو ما شاء الله الخير والبركة بالنسبة لهذا العجين بدون بيض بدون زبدة ويبقى محافظ على الشكل دياله يعني كيف كنصيبوه هاد القوالب كيف يبقوا قابطين الشكل ديالهم غادي نشوفوا مع بعضياتنا طريقة ديال تخزين ديالهم كيف ما غادي نشارك معكم ان شاء الله حشوة ممتازة لهذا الكيش هذا او لهذا القوالب ان شاء الله عفوا يكون من بي الاقتراحات اللي غادي نحتاجهم ان شاء الله في المائدة الرمضانية نغيروا بهم فعلا وصفة ممتازة كتستحق تجربة او كتستحق او لا تستهل انكم تخليوا ليعليها واحد اللايك وتعليق من بابي التشجيع والتحفيز ونبدو على بركتي بله نشوفوا مع بعضياتنا طريقة والمراحل اللي تحضير هاد الكيش هذا اللي كيجي اكتر من رائع وانا متأكدة العجين غادي نتعتمدوا وتديروا وتعاودوا ونتوكلوا على بركتي الله عندي نص كيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات نوعية جيدة هناك تشوفوا معي هاد سطيلة او لهد الغرف تعمت انني نوريكم الكيميه ديال الدقيق ليها نص كيلو في هاد الغرف لانه كيوزلينا نص كيلو بنسبة الاخوات اللي ما عندهمش الميزان احاولوا انكم تخليوا بحال هاد السطيلات اللي كيتباع فيهم مثلا العسل او لا طمطي معلبة او لا المربة وكينحتى اللي كيكون فيه ذلك الحليب مجفف اللي كيكون خاص بالردع يعني الحليب غبرة اللي كي ياخدوا الوليدات هاد الغرف هاده كيوزلينا نص كيلو ديال الدقيق بغيت نتقسم معاكم هاد الفكرة بس الاخوات اللي ما عندهمش الميزان يستفدو منه كنضيف ليه اعفوان الدقيق معلقة كبيرة ديال الحليب مجفف او لا الحليب غبرة كنضيف شوية ديال السكر وهنا بالنسبة للتنسين باشغن نسمو هاد العجين هذا هنا اخديت شوية ديال الشطة او للسودانية وشوية ديال الزعتر كنحكو بني الدية كي بقليكم الاختيار إذا ما بغيتوش ديروا السودانية ممكن ديروا الترطقة اللي بزار ممكن ديروا توم بودرة انا ضفت توم بودرة يعني المناسمات كيبقوا اختيارين غير بما ان هاد اللي كيش كنديرو فيهم شي حاجة اللي هي ملحة يعني المملحات كنبغوشوية ديال الحال هنا عندي نص كاس عمر زيت مخلطة ما بين زيت زيتون وزيت نباتية بغيتو ديروا غير زيت نباتية ممكن ولكن إلا بغيتو تنسموهم تعطيهم مدق زوين ممكن من الأحسن أن تخلطوا ما بين زيت نباتية وزيت زيتون نص كاس غير ووفيوه واحد شوية نص كاس غير ووفيوه شوية ممكن أن تخلطوا شوية في بلاسة سودانية غير هي مني نكتبوا لنا هاد اللي كيش هادو كيعطيونا ذوك نقيطات هاكا كيشون نمشين كيشون ذوك نقيطات حمرين مع شوية ديال الزعتر في هلو الخضر المهم سوف نشوفوا معي العجينة سوف نأخذ الماء عادي من الروبيني ونبدأ نضيف الماء بلما كان عجنوه ما كان عجنوش غير كان جمعه يعني غير كان حاول نرش وما تزعموش بزاف الماء باش ما تخفوهاش حاولوا أنكم غير تجمعوا بأطراف الأصابع ديالكم انا تعمت أنكم شوفوا معي المرحلة كلها كيف شغدين عجنها او كيف شغدين جمعها ما كان دلكوهاش وكتعطينا واحد الفيطاج يعني في هذا العجين ان شاء الله غتجربوه وتردو علي الخبار كيف قلت بيدون بيض وبيض 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 وزبدة والنتيجة خيالية ديال هادو حاول أنكم تحيدوا العجينة مليدي داتا ديالكم مليدي ديالكم وردو البال مدلكوش غير جمعوه سافي وخيب قوبل لنا دوك القطع ديال العجينة ما مدلكاش او لمجمعاش كاملة النتيجة ديال هادو 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 غير واحد شوية نبقى نضيفها ونجيبها غير بنيدية وكتو توجد بسرعة يعني بسرعprowad ihtوض هادو العجينة هادو 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 اخاسة نحن يحتاج ان اكد Это ثلاثة نحن نيقذ بشوية نضيفها في بلاستيك غدائي نضيفها في بلاستيك غدائي نضيفها بسرعة نضيفها على جنب نضيفها في طاولة العمل القوالب تأخذ المربع الزبدة نحاول ان لما ننقذ مرحلة كي يستفدو من الوصفة كاملة ندير فيهم الدقيق و نسوس الفائد يعني نحيد الفائد سوف يمباشرة نجيب العجينة تكون ارتحت واحد كي تعطيني الطوع غير باستعانة بالدقيق ضروري كان بقنار شوية والعجينة لا تلتسق مواله تجي اغزاله كيف هي كلها من السمه بالزعتر باين وهذا سودانية او الشطة ممكن نديروا شوية بزار والعجينة كتتحكموا فيها في يديكم كي بريتوا هنا يكن بيين لكم السمك ديالها و في نفس الوقت المناسمات اللي درنا لها كيف يجيوا باينين فيها ما كتكونش غلطة و ما تكونش رقيقة كنجيب هاد القوالب هادو اللي وجت و كنستفهم بهالطريق كتجيني ساهلة يعني فوق تقصير كنصيبو كمياء كبيرة كنحط فوق منهم العجينة و حاولوا انكم تخليوها مرخوفة من الجوالب يعني ما تزيروش العجينة تسرحوها خليوها شوية مرخوفة باش يدخل لكم العجينة في وسط من هاد القوالب وبقوا تعاونوا بيديكم حتى تدخلوها من بعد صورة موضحة نفسها بالمدلك و ممكن تديرو حتى يديكم باش تقطعوا الفائد ديال العجين بالنسبة لفائد ديال العجين ما تجمعوش يعني ذو الطريفات اللي كاينين سوديوهم وصيبوا منهم عاود طويسات صغورين اخرين كيف شفتوا معايا فهدي يعني كان هزوخة كي بقاليا غير نص من وحدة و كان عاود نهز طريف و للصقف الثانية بديت بهال الجوانب اللي فيهم اللي شيتو هما نولين وخما كانوا شبينين بزف ولكن هنا هاوما كيبانو لكم و كنبقى غادا سيارة مع هاد القوالب هادو ممكن تضغطوا غرب اليد ديالكم ممكن تضغطوا غرب اليد نضغط غرب اليد وصيبوا فيهم اشكال يعني وخما تكونش عندكم كمية كبيرة من هاد القوالب يعني كتطيبوا تعاودوا يعني صغير كتوجدوا كمية كبيرة دائما بالاستعانة بالمدلك او لا بالكف ديالنا والعجين المتبقي يعني هذا اللي كتبقى لنا مكند الكوش كنحاول انني غير نجمعه و ندره في بلاستيكا بدما كملت هاد الشيء اللي عندي ونعاود نسرحه بنفس الطريقة مكند الكوش ما كنضيح تشوية في هاد العجينة يعني بقى وغاتيل معها باش هكا تستفدو من كميات العجينة اللي عندكم كاملة وفي هاد لوقيت هاد اللي صافي كنكون انا قريبا ننسى لهم كنشعل الفران شوفوا معي العجينة كيفاش ندين لها غير كنلمها سوف ندلقها بالمدلك منيتساليهم كاملين عاودوا رجعوا كاملين عاودوا رجعوا يعني عليهم وبقوا تقادوا فيهم بالاسبوع طلعوا الجواني بالفوق على العموم هاد العجينة اللي ما كتكونش فيها الزبدة ما كتهبطش وما تحتاجوش انكم تتقلوهم مثلا بالحماس او لا باللوبيا او لا ديرهم في المجمد واحد المدة باش عاد دخلوهم الفرران لانهم ما كينزلوش يبقوا محافظين على الشكل ديالهم كناخد الفقشات وكنتكهم كاملين كيف كتشوفوا معي كناخد الصينية وكنستفيها هاد القوالب وكيف قلت الفرن كيكون ساخن هنا كنرجع باش نتاكد انني احتهادوا اقدرت لهم الفقشات او لا تكيتهم كاملين تأكدوا منها سوف ندخلهم الفرران وكنتوزن شوفوا مع بعضياتنا الحشوة بالنسبة الحشوة هذا الاقتراح هذا سيعجبكم ان شاء الله لانه غني وزوين ميقلات كنديل فيها زيت ناباتية كندير واحد الحباء البصل كنرش شوية ديال المليحة وكنديهم ونجيبهم حتى تنزل هاد البصيلة هادي الهدف من هذا الفيديو انني اعطيتكم الفكرة ديال القوالب يعني بالشرح ديالها من لولة الاخير والنتيجة ديالها زوينة وحتى الحشوة ان شاء الله نتقاسمها معكم بعدما نزلت البصلة اضفت لها الفلفلة عندي هنا اصفراء وحمراء لتوفر لكم من الاحسن الفلفلة اللي كتكون ملونة كتجي في الحشوة زوينة احسن من الخضرة ما كنفضلش الخضرة نضيف لها حتى تنزل شوية قطعة ديال الدجاج اللي هي مقطعة مكعبة ترقيقة من الاحسن من بعد ضفت لها شوية ديال الملح من البداية شوية ديال الكوركم شوية ديال سكينجبير وشوية ديال الموتاغد وشوية ديال الحار او لا شوية ديال هريسة نخليهم حتى كي تشحرهم جيد دائما نحاول اننا نجهد شوية النار باش ما كتلقش لنا اتجاج الماء وهنا غد ينضيف السبانيخ من المجميد عندي كمياء ديال السبانيخ كتبقى اختيارية غير هي كتعطينا اللون وكتعطينا يعني كتعطينا الالوان فسط من هاد الحشوة وحتى الماذاق انا كنحتفظ بيهم في المجميد باش كل مرة كنهز واحد الكميشو كنضيفها في اقتراحات خصوصا في هاد المملحات مملحات هنا القوالب هاوميه واجدين نشوفوا معيه هاد القشيرة باش نقول لكم انها هاوميه مورقين هاوميه بعد ما طابوا طيبهم احتكي طيبوا كاملين خصوصا نخزنهم انا اخواتي عاوت هاد القوالب خدمتهم واجدت مضوبلين هاد الكميه واجدت وحدين اخرين كانوا القوالب محطوطين محطوطين وفي نفس الوقت جتني سهلة انتظر نخلط واحد الكميه ونعاود الوصفات نحن نخزنها مرة واحدة الكمية التي شاركت معكم هي البركة هذه هي الكمية التي شاركت معكم أو العجين نصف كيلو نحيضهم بكل سهولة من هذه القوالب يجب أن تنسقون موالو يبقوا محفظين على الشكل الخير والبركة كيف كنت لكم في نصف كيلو ما شاء الله كنت تخرج الخير والبركة هذه هي العجنة الثانية كي نخزنها مرة واحدة ونصف نوجد غير حشوة التي مختلفين ونبقوا نغيرو بهم إن شاء الله كيف كنت لكم في المائدة الرمضانية كي ينفعوا بثاف من الأحسن من الأحسن أن ندرهم في علبة تكون محكمة الإغلاق علبة أو البواطة نجيبهم و نستفو و هما ما تلجوش يعني نهزو واحد الكيمياء اللي بغينا سواء عشرة أو لا كل واحد على حساب الأفراد الأسرة والعائلة يعني هذي الطريقة الصحيحة باش كنخزنهم ندرهم في علبة بحال هكا أو لا صغر منها المهم كيبقى لكم الإختيار أنا الطريقة باش كنخزن هاد القوالب هي العلبة أو لا البواطة والوقت اللي بغيناهم كان جبدوهم شوفوا معيان ما شاء الله الخير والبركة و كيف كتشوفوا العجين كيبقى محافظة على الشكل ما طيبهم شو بزاف يعني محتاجين أننا نكمله نصيبوا لهم الحشوة سوف نشارك معاكم ده بالطريقة ديال يعني كيفش غادينا نوضفوا هاد الحشوة اللي صايبنا أولا بغي اللي غادي نصحبوها بها هادي هي الكيمياء اللي غادينا نوجد كناخدوا شوية ديال الجبن هو اللي كنديرو في القاعدة ديال هاد القوالب هادو بالنسبة للجبن شوفوا الطريقة ديال تخزين ديالها في المجميد باش كيبقوا يعني كيبقى مفتة ما كيت تلج موالو شاركتها معاكم من قبل كنديرو الفروماج هو اللي ول أولى الجبن مبشور يعني لعندكم متظري لأول الإيدام أو للمصدم أو للجبن أحمر هو اللي والي كنديرو في القاعدة يعطينا تعليكة ويعطينا مدق زوين مباشرة كنجيب الحشوة ديال اللي كيش اللي هي دجاج مع سبانيخ وكنوزعها بهذا الشكل كاملة سوف ينجزوا نشوفوا لاباغاي المصاحبة سنحتاجوا لها هنا اعطينا حبات سبيل إذا كان عندكم الحجم بيض كبير سوف تحتاجوا حبات سبيل شوية ديال الملحة واردوا القاعدة الملحة لأن الحشوة اللي كيكونوا فيها السبانيخ كتكون شوية ملحة اعطيوا البالم الملح وضفت شوية ديال ملح وضفت شوية سودانية أو الشتاة ممكن ديروا شوية ديال بزار وضفتaws العلبة ذيال قشة دطرياء خاصة بالطبخ يعني اللي فيها 200 ميليليتر ميلي لتر. هذا النوع هذا اللي وضعت خاص بالطبخ وبالحلويات. سوف نضيفه نصف خمارة يعني ربعة جرام ديال الخميرة كيموية او لابي كيم باودر. قريبا واحد ربعة جرام هكاك تعطينا هاد ليكيش كي يجيو سوفلي. لما عندها لقش دطارية ممكن انها هاد دير كاس ديال الحليب ولكن القش دطارية كتجي فيهم احسن وهناك نبدأ نوزع في هاد الخليطة ديالنا. انا كنوزع هاد الكاس هادا اللي كي يعطي واحد نتيجة زويلة هكا كي وزع ممكن انكم تديرهم غير فا وكنوزعها كاملة كيف قلت هاد لوقيته يكون عندي الفورن ساخن وكنناخد كيمياء ديال الجبن وكنعود نديرها من الفوق. الاخوات اللي بغض يعرفوا الطريقة ديال تخزين ديال الفروماج لانه غادي نفعنا وكنبغي كل مرة ناخد شوية ديال الفروماج كنتهنو منه الطريقة صحيحة باش كنخزن الجبن وكيبقى مفرتتي يعني ما كيبقاش مجمد او لكي تلاصق مع بعض ديال الوصفة او لا يعني الفيديو في القناة ان شاء الله شوفوه القواليب او لا لكيش ديال او لا لكيش ديال بعض ما طابوهما هادو كيجيوا سوفلي كيجيوا محمرين غزالين تزين كيبقى اختياري زينتهم شوية ديال دوائر ديال زيتون لكي نخرجوا هذا اللون والمضاق هو اللي نعول عليه كيف نقوله كي يجيوا اكثر من رائعين نغيروا بهم كيف قلت في المائدة الرمضانية كنبغيوا اختراحات اللي كي يكونوا فيهم مملحات وفاش كان وجدوا العجين او لا كان وجدوا هاد القوالب صافي كانت هنوم منهم كي جيونا سهلين غير كان جبدو ونصيبوا الخلطة ديالنا اللي غدينا او لا الحشوة ديالنا لهاد القوالب هنا قطعتها معاكم بشوفوها كيف شديرة من الدخل فعلا كي يجو ممتازين اخواتي فضلا ما تنسوني شمن شجاعة ديالكم خليت لكم الراحة في انا